موسيقى اعزائي الطلبة والطالبات اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات للصف الحادي عشر ادبي عنوان حلقتنا لهذا اليوم وهو الاحتمال وينقسم الاحتمال الى جزئين سوف نأخذ الجزء الاول وهو التجربة العشوائية وفضاء العينة تابعونا بعد هذا الفاصل اعزائي الطلبة والطالبات اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقتنا وهي بعنوان الاحتمال التجربة العشوائية التجربة العشوائية هي تجربة او عملية تحقق الشروط التالية واحد جميع النتائج الممكنة للتجربة تكون معلومة مسبقا قبل اجراءها طبعا عزيزي الطالب لما اي انا ارمي حجر نرت او قطعة نقود قطعة النقود لما ارميها يا اما تطلع الصورة او كتابه هذه النتائج الممكنة للتجربة اثنين لا يمكن توقع نتيجة التجربة بشكل مؤكد قبل اجراءها طبعا عزيزي الطالب لما ارمي انا قطعة النقود ما ادري شنو النتيجة اللي رح تطلع ثلاثة يمكن حساب فرصة ظهور كل نتيجة من نتائج التجربة قبل اجراء التجربة طبعا عزيزي الطالب لما ارمي انا قطعة النقود عندي حدثين رح يصيرون عندي اما تطلع الصورة او تطلع الكتابه نسبة ظهور الصورة نفس نسبة ظهور الكتابه فضاء العينة فضاء العينة لتجربة عشوائية هو المجموعة المكونة من جميع النواتج الممكنة للتجربة نرمز لفضاء العينة بالرمز فا ونرمز لعدد عناصر فضاء العينة بالرمز نون فا الناتج هو اي نتيجة من نتائج التجربة العشوائية اي انه عنصر واحد من عناصر فضاء العينة مثال واحد في الكيس الاول خمس كرات متماثلة مرقمة من الواحد الى خمسة وفي الكيس الثاني ثلاث كرات متماثلة مرقمة من الستة الى ثمانية سحبت عشوائية كرة من الكيس الاول ثم سحبت كرة من الكيس الثاني واحد اكتب كل عناصر فضاء العينة اثنين كم عدد النواتج الممكنة طبعا عزيزي الطالب عندي بالكيس الاول خمس كرات مرقمة من الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة والكيس الثاني ثلاث كرات متماثلة مرقمة من الستة الى ثمانية يعني ستة سبعة ثمانية ابي اكتب انا كل عناصر فضاء العينة يعني عندي اذا سحبت من الكيس الاول الرقم واحد طلع عندي ممكن من الكيس الثاني يطلع الرقم ستة ممكن يطلع الرقم سبعة ممكن يطلع الرقم ثمانية السحبة الثانية ممكن اسحب مرة ثانية يطلع الرقم اثنين فاثنين ممكن يطلع معاه بالكيس الثاني يا اما ستة او سبعة او ثمانية نشوف فضاء اناصر فضاء العينة هي واحد وستة واحد وسبعة واحد وثمانية طبعا الأثنين نفس الشيء ممكن تطلع مع الستة والسبعة والثمانية والثلاثة ممكن هم نفس الشيء تطلع مع الستة والسبعة والثمانية إلى أن نوصل إلى الكرة رقم خمسة ممكن تطلع مع الكرة رقم ستة أو سبعة أو ثمانية إذن نطلعنا كم عدد النواتج الممكنة العدد النواتج الممكنة نعد عناصر فضاء العينة يعطيني اللي هو عدد نواتج الممكنة تساوي 15 ناتجا عزيزي الطالب إحنا خذينا سابقا مبدأ العد ممكن أطلع أنا النتيجة بالمبدأ الأساسي للعد عن طريق أن يكون حسب المبدأ الأساسي للعد يكون عدد النواتج تساوي عدد نواتج السحبة الأولى في عدد نواتج السحبة الثانية عدد نواتج السحبة الأولى ممكن تطلع الكرة واحد أثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني خمس نواتج في السحبة الأولى في السحبة الثانية ممكن تطلع الستة أو سبعة أو ثمانية إذن عدد نواتج السحبة الثانية ثلاثة إذن خمسة في ثلاثة تساوي 15 ناتجا إذن ممكن أنا أطلع عدد نواتج فضاء العينة ممكن أطلعها من اللي هي العناص عناصر فضاء العينة او بالمبدأ الاساسي للعد ننتقل الى مثال رغم اثنين في تجربة رمي حجر نرد مرتين متتاليتين واحد اكتب كل عناصر فضاء العينة اثنين كم عدد النواتج الممكنة طبعا عندي حجر نرد ابي ارمي مرتين وربعه بالرمية الاولى عندي كم احتمال انه يطلع عندي ممكن يطلع رغم واحد اثنين ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة اذا ستة ممكن يطلع بالرمية الثانية لما اي ارمي حجر نرد من الواحد لاستة اذا هم ممكن يطلع مع الواحد واحد مع الواحد ممكن يطلع اثنين مع الواحد ممكن يطلع ثلاثة وهكذا الاربعة مع الواحد فاني عناصر فضاء العينة هي واحد وواحد واحد واثنين واحد وثلاثة واحد واربعة واحد وخمسة واحد وستة وممكن الاثنين يطلع مع الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة هم نفس الشيء الثلاثة والاربعة والخمسة الى ان نوصل الى العدد ستة ممكن هم يطلع مع واحد او اثنين او الثلاثة او الاربعة او الخمسة او الستة إذن نطلع كم عدد النواتج الممكنة أي أعد عناصر فضاء العينة أشوفهم كم عنصر إذن بحساب عدد عناصر فضاء العينة إذن عدد النواتج الممكنة تساوي 36 ناتجاً أو في المثال السابق إحنا استخدمنا المبدأ الأساسي للعد اللي هو جدامنا في الرمية الأولى 6 أوجه ممكن أن يطلع وجه من الأوجه بالرمية الثانية هم نفس الشيء عندي 6 أوجه مرقمة من الواحد إلى 6 هم جدامي من الواحد إلى 6 رقم 6 إذن عدد النواتج تساوي عدد نواتج الرمية الأولى في عدد نواتج الرمية الثانية تساوي 6 في 6 تساوي 6 و30 ننتقل عزيزي الطالب إلى شيء يديد وهو الحدث في المثال السابق ليكون الحدث ألف طبعاً إحنا رمينا حجر نر مرتين متتاليتين في المثال السابق أحين رح نكمل فيه يقول لي الحدث ألف رمي حجر نر مرتين متتاليتين بحيث يكون العددان الظاهران متساويان يعني في الرمية الأولى العدد يساوي العدد في الرمية الثانية مثل 1 يطلع معه 1 الاثنين يطلع مع الاثنين الثلاثة مع الثلاثة والأربعة مع الأربعة والخمسة مع الخمسة والستة مع الستة يصير عندي مجموعة الحدث ألف تساوي المجموعة الزوج المرتب واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة خمسة خمسة ستة ستة وليكن الحدث باء مجموع العددين الظاهرين يساوي تسعة احنا عندنا الاعداد من الواحد الى الستة نبي عددين مجموعهم يكون تسعة عندي الثلاثة والستة وعندي الاربعة والخمسة اني نشوف مجموعة الحدث باء تساوي المجموعة الزوج المرتب ثلاثة وستة وثلاثة واربعة وخمسة وخمسة واربعة والحدث جيم مجموع العددين الظاهرين يساوي خمستعش احنا عندنا اكبر الاعداد في الرمية الاولى ستة الرقم ستة وفي الرمية الثانية هم نفس الشيء اكبر الاعداد ستة اذا جمعت الستة والستة يعطيني اثناش ما يعطيني خمستعش اذا ممكن اني اقول ان مجموعة الحدث جيم تساوي فاي او اني اقول المجموعة الخالية اذا اي اعرف الحدث هو مجموعة جزئية من فضاء العينة وقد يساوي انواع الحدث واحد الحدث البسيط هو مجموعة جزئية من فضاء العينة فا تحتوي على عنصر واحد اثنين الحدث المركب هو مجموعة جزئية من فضاء العينة فا تحتوي على اكثر من عنصر ثلاثة الحدث المستحيل هو مجموعة جزئية خالية من فضاء العينة فا ويرمز له بالرمز فاي او المجموعة الخالية اربعة الحدث المؤكد هو مجموعة جزئية من فضاء العينة فا ويساوي عزيزي الطالب لنأخذ مثال على رمي حجر نرد لما اي ارمي انا حجر نرد ابي ظهور العدد خمسة ظهور العدد خمسة اللي هو الحدث الف فيكون هذا يتكون من عنصر واحد فيكون حدث بسيط نشوف عزيزي الطالب الحدث المركب نزيل احنا رمينا حجر نرد عندي ستة اوجه له نزيل ابي انا فرصة ظهور العدد اكبر من الاربعة اكبر من الاربعة عندي الخمسة والستة اذا اكثر من عنصر طلع لي اذا هذا الحدث المركب نزيل ننتقل الى الحدث المستحيل ظهور العدد سبعة هل في حجر نرد عندي وجه مرقم في العدد سبعة طبعا لا اذا هذا حدث المستحيل زي الحدث اللي هو اخر شيء الحدث المؤكد الحدث المؤكد احنا لما رمينا حجر نرد نبي ظهور عدد اصغر من السبعة اذا الاصغر من السبعة شنو عندي الستة والخمسة والاربعة والثلاثة والاثنين والواحد اللي هو يساوي شنو يساوي فضاء العينة وهو اسميه الحدث المؤكد ننتقل ازيزي الطالب الى مثال رقم ثلاثة في تجربة القاء قطعة نقود معدنية منتظمة ثلاث مرات متتالية اوجد واحد فضاء العينة فاء اثنين الحدث الف ظهور صورتين وكتابة ثلاثة الحدث باء ظهور ثلاثة صور اربعة الحدث جيم ظهور صورة واحدة على الاقل خمسة الحدث دال ظهور كتابة واحدة على الاكثر نشوف عزيزي الطالب فضاء العينة فضاء العينة لما اي ارمي انا حجر ارمي قطعة النقود ثلاث مرات في المرة الاولى تطلع صورة بالمرة الثانية تطلع صورة بالمرة الثالثة تطلع صورة انزيل رميتها مرة ثانية ممكن يطلع صورة كتابة كتابة او صورة كتابة صورة فاني نشوف الفضاء هنا يساوي المجموعة عناصر فضاء العينة هنا عندي صورة 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 او صورة صورة كتابة صورة كتابة صورة صورة كتابة كتابة او كتابة صورة صورة او كتابة صورة كتابة او كتابة كتابة صورة او كتابة 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 هنا طلعت أنا فضاء العين أثنين الحدث ألف ظهور صورتين وكتابة أرجع عزيزي الطالب إلى فضاء العين هذه أنا عناصر الفضاء العين اللي فيها صورتين وكتابة صورتين وكتابة اللي هي صورة صورة وكتابة وصورة كتابة صورة وكتابة صورة صورة اللي هي خذية العناصر اللي في فضاء العين اللي فيها كتابة وحدة أنتقل عزيزي الطالب إلى رقم ثلاثة الحدث باء ظهور ثلاثة صور ظهور ثلاثة صور يعني فيه الرمية الأولى صورة الرمية الثانية صورة الرمية الثالثة صورة اللي هي الحدث باء يساوي المجموعة صورة 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 اني يشوف عزيزي الطالب اثنين شنو هو أي حدث سميناه أي نوع من أنواع الأحداث اللي هو الحدث المركب لأن عناصره أكثر من واحد أنزين أني نشوف رغم ثلاثة اللي هو الحدث باء وهو حدث البسيط ننتقل أزيزي الطالب إلى رغم ثلاثة رغم أربعة الحدث جيم ظهور صورة واحدة على الأقل على الأقل لازم تطلع عندي صورة واحدة يعني ممكن تطلع صورتين أو ممكن تطلع عندي ثلاثة صور إذن الحدث جيم يساوي المجموعة صورة كتابة 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 صورة كتابة 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 صورة 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 كتابة صورة كتابة صورة صورة أو صورة 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 أني نشوف رغم خمسة الحدث دال ظهور كتابة واحدة على الأكثر يعني عزيزي الطالب لما يقولي على الأكثر يعني ممكن يطلع عندي مرة وحدة بس كتابة والباجي تطلع عندي اللي أهم الصور إذن الحدث دال تساوي المجموعة عناصرها كتابة صورة 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 كتابة صورة 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 فعزيزي الطالب ننتبه على لما يقولي على الأقل أو على الأكثر على الأقل يعني ممكن تطلع عندي وحدة وأكثر على الأكثر يعني ممكن تطلع عندي وحدة بس وما تطلع بعدين أني نشوف عزيزي الطالب تعيين احتمالات الأحداث في التجارب التي تم تناولها حتى الآن افترضنا أن نواتج فضاء العينة هي نواتج لها فرص الظهور نفسها ويمكن إيجاد احتمالات لتجربة ما عن طريق قسمة عدد نواتج الحدث على عدد نواتج فضاء العينة إذن نأخذها بصورة عامة احتمال وقوع الحدث إذا كان ألف حدثا في فضاء عينة ف منتهي وغير خال لتجربة عشوائية نتائجها لها فرص الظهور نفسها فإن احتمال وقوع الحدث ألف هو طبعا نرمز للاحتمال بالرمز لام إذن احتمال الألف تساوي عدد نواتج الحدث ألف على عدد نواتج فضاء العينة ف وممكن أن نكتبها بصورة ثانية اللي هي نون الألف على نون ف ونون الألف عبارة عن عدد عناصر الحدث ألف ونون الف عدد عناصر الحدث ف إذن خواص الاحتمالات لحدث ما ليكن ألف حدثا في فضاء عينة ف منتهي وغير خال فإنه واحد احتمال الألف أكبر أو يساوي الصفر أصغر أو يساوي الواحد إذن عزيزي الطالب لما أني نقول احتمال الحدث ألف أكبر أو تساوي الصفر أصغر أو تساوي الواحد يعني الاحتمال محصور بين الصفر وبين الواحد متى يكون يساوي الصفر في الاحتمال للحدث المستحيل متى يكون احتمال الحدث ألف يساوي صفر إذن فيه لما يكون الحدث اللي هو المؤكد الحدث المؤكد اللي هو الحدث عدد عناصر الحدث ألف يساوي عدد عناصر فضاء العينة ننتقل عزيزي الطالب إلى النقطة الثانية إذا كان ألف يساوي المجموعة الخالية فإن احتمال الألف تساوي صفر ويسمى بالحدث المستحيل رقم ثلاثة إذا كان ألف يساوي فا وضحناها إحنا قبل شوية فإن احتمال ألف تساوي واحد ويسمى بالحدث المؤكد ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال رقم واحد تحوي علبة 12 قرصا متشابهة مرقما من الواحد إلى 12 سحبه قرصا عشوائيا أوجد احتمال كل من الأحداث التالية واحد ألف الحصول على العدد الثنين با الحصول على عدد فردي جيم الحصول على عدد أولي دال الحصول على عدد من مضاعفات العدد أربع إني للحل فضاء النواتج فا يساوي المجموعة من الواحد إلى الاثنعش اللي هو الأقراص المرقمة من واحد إلى اثنعش تطلع عندي فضاء العينة أو فضاء النواتج إذن نون فا تساوي اثنعش اللي هي عدد عناصر نواتج فضاء العينة إني نشوف بفرض الحدث ألف الحصول على العدد رقم أثنين إذن ألف يساوي المجموعة أثنين إذن نون الألف تساوي واحد إذن احتمال الحدث ألف يساوي نون ألف على نون فا يساوي واحد على اثنعش ننتقل أزيزي الطالب إلى با بفرض الحدث با الحصول على عدد فردي إذن با تساوي مجموعة الأعداد الفردية عندي اللي هي تبدي من الواحد عندي الأقراص مرقمة من الواحد إلى الاثنعش إذن نطلع الأعداد الفردية المحصورة بينهم اللي هي واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة اهدعش إذن نون با تساوي ستة إذن احتمال با يساوي نون با على نون فا تساوي ستة على اثنعش يساوي نص أنه عزيزي الطالب إلى جيم بفرض الحدث جيم الحصول على عدد أولي طبعا العدد الأولي عزيزي الطالب يختلف عن العدد الفردي العدد الأولي يبدأ بالأثنين وهي جيم تساوي المجموعة اثنين ثلاثة خمسة سبعة اهدعش والعدد الأولي مجموعة عواملة ثنائية أني نشوف نون جيم تساوي خمسة إذن احتمال الحدث جيم يساوي نون جيم على نون فا تساوي خمسة على اثنعش دال بفرض الحدث دال عدد من مضاعفات العدد أربعة شنو عندي مضاعفات العدد أربعة اللي هي من تنتمي إلى فضاء العينة اللي من الواحد للاثنعش اللي هي أربعة والثمانية والاثنعش إذن الحدث دال تتكون عناصره اللي هي أربعة وثمانية والاثنعش إذن نون دال تساوي ثلاثة إذن احتمال الحدث دال يساوي نون دال على نون فا يساوي ثلاثة على اثنعش يساوي ربع ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال رغم اثنين ألقي حجر نيرد أرقامة ثلاثة 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 واحد أربعة ستة فما احتمال الحصول على ألف عدد زوجي بأدد من مضاعفات العدد ثلاثة عزيزي الطالب أني نشوف حجر النيرد اللي إحنا نبي نرميه إحنا اعتدنا إن حجر النيرد مرقم من الواحد إلى الستة ولكن حجر النيرد اللي عندي بالمثال مرقم عندي ثلاثة أوجه مرقمة بالعدد ثلاثة ووجه الرابع مرقم بالعدد واحد الخامس أربعة السادس ستة إذن أبي أطلع أنا احتمال الحصول على عدد زوجي أول شي نون فا تساوي ستة اللي هي عدد نواتج فضاء العينة ألف بفرض الحدث ألف الحصول هذا عدد زوجي نروح حق الأرقام شل العدد الزوجية اللي عندي اللي هي أربعة وستة إذن ألف تساوي المجموعة أربعة وستة إذن نون الألف تساوي أثنين إذن احتمال الحدث ألف يساوي نون ألف على نون فا يساوي أثنين على ستة يساوي ثلث ننتقل عزيزي الطالب إلى المطلوبة عدد مضاعفات العدد ثلاثة إحنا نعرف إنه عدد نواتج فضاء العينة تساوي ستة أنزيل أني نشوف حجر النرد اللي عندي فيه ثلاثة أوجه مرقمة بالرقم ثلاثة ووجه واحد ستة اللي هي من مضاعفات العدد ثلاثة إذن كم وجه عندي بفرد نقول الحدث با الحصول على عدد من مضاعفات العدد ثلاثة إذن نون با تساوي أربعة من وينيات عندي ثلاثة أوجه مرقمة بالعدد ثلاثة وعندي الستة إذن عندي نون با تساوي أربعة إذن احتمال الحدث با تساوي نون با على نون فا يساوي أربعة على ستة يساوي أثنين على الثلاثة ننتقل عزيزي الطالب إلى مثال رغم ثلاثة يبين الجدول المقابل فصائل الدم لألف وخمس أمية شخص إذن عندي هنا عدد نواتج الممكنة لفضاء العينة يساوي ألف وخمس أمية اختير شخص أشوائيا من هذه المجموعة ألف ما احتمال أن يكون دمه من الفصيلة ألف طبعا نلاحظ عزيزي الطالب في هذا التمرين إنه مو محدد لي هل هي الفصيلة ألف الموجبة أو السالبة إنه في المطلوب با ما احتمال أن يكون نوع دمه موجب إنه طبعا ياب الموجب ما حدد لي فصيلة الدم اللي هو يابيها إنه عزيزي الطالب في حل البنت ألف إحنا ذكرنا إنه نون فا اللي هي عدد نواتج فضاء العينة تساوي ألف وخمس أمية إنه بفرض ألف احتمال أن يكون دم الشخص من الفصيلة أه إذن نون ألف تساوي خمس أمية وخمسة عشر زائد أمية وخمسة عشر اللي هي إذا ينا الفصيلة ألف عندي خمس أمية وخمسة عشر الموجب والسالب أمية وخمسة عشر أجمعهم على بعض يعطيني نون ألف ستمية وثلاثين إذن احتمال الحدث ألف يساوي نون ألف على نون فا يساوي ستمية وثلاثين على ألف وخمس أمية يساوي واحد وعشرين على خمسين ننتقل عزيز الطالب إلى باء بفرض باء احتمال أن يكون دم الشخص من النوع الموجب إذن ناخذ كل الفصائل اللي نوع ها شنو ناخذ الفصائل A وB وA وB وO كل هالموجب نجمعهم عشان يعطيني شنو نون الباء نون باء تساوي 515 زائد 75 زائد 60 زائد 510 يساوي 1160 إذن احتمال الحدث باء يساوي نون باء على نون فا يساوي 1160 على 1500 يساوي 58 على 75 إلى هنا عزيز الطالب وصلنا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم وتناولنا فيها التي هي التجربة العشوائية وفضاء العين وأنواع الأحداث نراكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة